أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن القائمة النهائية لمرشح الانتخابات الرئاسية 2024 برموزهم الانتخابية كما نشرت بالجريدة الرسمية مقار اللجان العامة ومقار اللجان الفرعية وتوزيع الناخبين عليها هذا وانطلقت اليوم فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين والتي تسمر لمدة شهر واحد تنتهي مع بدء الصمت الانتخابي يوم الثامن من ديسمبر القادم وفي إطار الحدي من المخالفات الانتخابية أصدرت الهيئة قرارا بتشكيل لجان رصد المخالفات وضوابط الدعاية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2023 في جميع محافظات الجمهورية